أكيد طبيعة طبعا مباراة الأهل والزمالي مباراة النهاية الأفريكي أكيد مصر كلها تبعت تبعتها ألا لا شفتها ازاي وتبعتها ازاي يعني كان يعني شعورك ايه كنت وانت بتتفرق يعني احساسك ايه بالمباراة نفسها وكانت مباراة يعني مباراة مطيرة يعني قبل كل شيء كنت شديد الفخر من ان بمصر كنت فخور بان مصر لديها فاريقين من تنافس على على هذا اللقب يعني الفاريقين الاوائل كانوا من ذات الدولة من ذات المدينة في النهائي وبالتالي هو ما يرينا جميعا كافريقيين ما هو مستوكرة في مصر وهو شيء بالتالي جيد جدا وبعد هذه المباراة طبعا الناس ابتدت تعرف اكتر اسم الاهل والزمالك وابتدوا يشوفوا مبارياتهم ومباريات طبعا المباراة طبعا كانت مباراة صعبة لانه حين تعلم ان كل املك هو في هذه المباراة هو بالتالي من الصعب ان يأتي يعني حين تلعب لفريق خارجي المنافسة هي شيء وحين تلعب لفريق من نفس دولتك طبعا المنافسة اكبر بكثير وتحمل صعوبات اكثر وما كنت افكر يعني ما حضر الى زيني في هذا الامر هو ان الزمالك والاهلي كلاهم قدم افضل ما لديهم الزمالك في النصف الاول من المباراة كان يحاول ولكن الاهلي قدم كان مستواه مستمر ومستقر على مدار السلطين وبالتالي احرز النتيجة التي كان يتمنى لفريق محبي